منذ عام 22 وتسعمائة وألف بارز في مدينة زاخو اسم لرجل من أهل الفضل والطيب وتحول هو وعائلته بمرور الزمن إلى رمز للتعايش السلمي والمحبة التي تميز أطياف الشعب العراقي في كل مكان فلنتعرف على القصة الكاملة لعائلة محمد شمدين آغا مع سرائيات من أعلام الكردي عبر التاريخ الزعيم محمد شمدين آغا النائب عن مدينة زاخو في مجلس النواب العراقي الدورة الأولى وصاحب المواقف الإنسانية وأبرزها حماية المئات من العوائل المسيحية التي هربت من بطش الدولة العثمانية واحتواهم الآغا في زاخو مدى لهم يد العون ومنحهم الأمن والأمان ليتم تكريمه بوسام الفروسية من قبل بابا الفاتكان آنذاك بيوس الحادي عشر محمد شمدين آغا السليفوني هو أحد الزعماء الكرد ظهر في بداية القرن العشرين من موالد 1874 كان إلى دور عظيم في حماية المئات من العوائل المسيحية يعني بالطائفتين من كلا الطائفتين الأرمن الارثوذوكس والكلدان أمن لهم شتى أنواع المساعدات الإنسانية من ضمنها توفير وتخصيص قطعة أرض لبناء كنيسة لهم في منتصف سنتر مدينة زاخو قامت مطرانية زاخو بكتابة تقرير مفصل عن هذا الموقف وتم رفع إلى الفاتكان اطلع عليه قداسة البابا بيوس الحادي عشر في حينه وأمر على الفور بإصدار مرسوم باباوي يمنح بموجبة تكريم الزعيم محمد شمدين آغا بالوسام الباباوي بدرجة الفارس التاريخ لا يصنع الرجال الرجال هم اللي يكتبون التاريخ الرجال العظماء الزعيم محمد شمدين آغا سليباني أحد هؤلاء الرجال المتميزين الذي لهم دور إنساني فاستطاع هذا الرجل بمجرد أن يلتجوا هذه الناس إليه أن يحميهم ويوفر لهم المأوى والأمان من مصيرهم المجهول هذه المسيرة الإنسانية توارثت عبر الأجيال ليأتي دور سعد آغا ابن حفيد محمد شمدين آغا ليقوم بدور مماثل فما زال سعد فاتحا أبوابه أمام مختلف الأقليات ومساعدة المحتاجين منهم مؤمنا بمبادئ أجداده في الحفاظ على النسيج المجتمعي في زاخه كما إن سعد آغا قد نال نفس التكريم من قبل الفاتكان بالوسام البابوي المرحوم محمد شمدين آغا سليباني كان مؤمن إيمان مطلق بفلسفة التعايش السلمي وبأن البشر جميعهم أخوة في الإنسانية ومن دواعي الفخر والاعتزاز إنه بعد مرور مئة عام من حصول عائلتنا على الوسام تم منحي ميدالية السلام باسم البابا فرانسيس والحقيقة أنا فخر جدا بهذه الميدالية لأن أعتبر نفسي إنه فعلا ماشي على الطريق السليم والطريق الصحيح في خدمة التعايش السلمي في بلدنا ومدينتنا زاخه اسم خلده التاريخ وسيبقى موقفه الإنساني الذي أضحى رمزا للتعايش السلمي عالقا في الأذهان وملهما لأجيال المستقبل من قبائز أخو سرائيات لبرنامج بين نهرين ترجمة نانسي قنقر